اشتركوا في القناة الشيخ مصطفى بن العدوي سأل الله أن يحفظه وأن يمتعه بالصحة والعافية شيخنا صاحب فضل على الجميع سأل الله أن يحفظه وأن يبارك في عمره ولا ينكر أحد فضله ولا نبشر شيخنا أن الله قد جعل له القبول في الأرض وهذا والله نلقاه في الشوارع وفي كل من يأتي إلى مكة من الجاليات ومن شتى بقاع العالم ويسألون عن شيخنا وهنيئا له هذا الأجر ونسأل الله أن يثيبه وأن يرفع قدره وأن يعلي ذكره ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعل ما يقوم به وما يقدمه في موازين حسناته وزيارة مباركة شيخنا والإخوة جميعا وهذا القدوم المبارك نسأل الله أن يثيبكم وأن يحفظكم وأن نتعكم بالصحة والعافية وأن يزيكم عننا خير العزاء وذكرون بالله شيخنا الله يحفظكم زاكم الله خير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهدي والسنة بسنته إلى يوم الدين وبعد دائما وأبدا يلزمنا أن نحمد ربنا في كل وقت وفي كل حين فنحن نتقلب في نعم الله ليلة نهار صدق الله إذ قال وما بكم من نعمة فمن الله فعلينا أن نقدم لله شكرا فإن الشكر واجب علينا ثم إنه مؤذن بزيادة النعم وزوال النقم قال الله تعالى لإن شكرتم لأزيدا لكم وكذلك فإن الشكر يدفع العذاب قال الله تعالى في كتابه الكريم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم ولا يفوتنا أن نصلي وأن نسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولدي آدم أرسله الله رحمة للعالمين فأنار الله لنا به الطريق وهدان الله به سبل السلام صلوات الله وسلام على هذا النبي الكريم ثم لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس فأشكر أخي الدكتور محمد بن عبد الرحمن وفقه الله لكل خير أشكر له حسن خلقه وحسن ضيافته واحتفائه بالقادمين من العالم لزيارة هذا البلد الحرام وإكرامهم والسعي على دعوتهم للإسلام وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم فجزاك الله كل خير يا دكتور محمد ونفع الله بك أبارك الله في أهلك وفي مالك وفي وقتك وفي جهدك وفي عمرك وأنت وأهل بيتك وشكر الله لكم حسن صدفتكم اللهم آمين أيها الإخوة كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن ابن آدم كلا لما يقضي ما أمره أي مهما بذلنا من جهد ووقت ومال إلى غير ذلك فلم نقم بما أجبه الله علينا صدق الله إذ قال في شأن الإنسان كلا لما يقضي ما أمره فنسأل الله العفو عن التخسير ونسأل الله مغفرة الزلات وسطر العيوب ولا أخف عليكم أننا بعد الصلاة نستغفر ثلاثا قال العلماء لما عسى أن يكون قد اعترى صلتنا من نقص أو خلل أو تخسير وفي نهايات الأعمال دائما نستغفر في ختام المجلس نستغفر لما قد يكون في المجلس من لغط فنقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إليه لأنت نستغفرك ونتوب إليك ونوح عليه السلام في آخر حياته قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت يا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزدد ظالمين إلا تبارا بل ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام في آخر صورة نزلت عليه كاملة وهي صورة النصري فيها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فكما قال ابن عباس هذه الصورة الكريمة نعت إلى النبي أجله يعني أخبرته أنك ستموت يا رسول الله اجتهد في الاستغفار اجتهد في التسبيح إذا كان في كل رقوع وسجود أو في سجود ورقوع بعدها يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويوصي النبي أبا بكر رضي الله عنه لما قال يا رسول الله يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل هو صديق أبو بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فألزمنا أن نستغفر الله دوما على التقسير دوما نستغفر الله على التقسير أيها الأخوة والأخوات دائما نحن في مأمن وفي طوانينة لقلوبنا ما دمنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن نندم أبدا والله لن نندم إذا تعلمنا آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الله قال يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لكن قد نندم ندما شديدا إذا دخلنا في القيل والقال وما لا فئدة لنا فيه فلنحرص على أن نور صحائفنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هذا ولا أقف عليكم أن صورة قلها الله أحد لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعدل سلسة القرآن قالوا تعدل سلسة القرآن باعتبار أن القرآن على الإجمال مقسم إلى ثلاثة أقسام قسم يتعلق بالتوحيد والمعتقد قسم يتعلق بالأحكام والتشريعات وقسم يتعلق بالقصص والأخبار فصورة قلها الله أحد في المعتقد والتوحيد القصص القرآن ملأ كتاب ربنا كتاب ربنا ممتلئ بل وأمرنا الله بالقصص فاقصص القصص لعلهم يتفكرون واتلوا عليهم نبأ إبراهيم واتلوا عليهم نبأ نوح واتلوا عليهم نبأ ابن أدام بالحق واتلوا عليهم نبأ الذي آتينه وآتينه فانسلخ منه واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب موسى واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إدريس كل هذا حس على استماع قصص هؤلاء صدق القائل قصص علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجل الفؤاد الصادي فديما نتذكر القصص القرآني فهم أسوتنا وأئمتنا أعني أنبياء الله الذين قال الله في شأنهم أليك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وهم خير من أناب إلى الله والله قال واتبع سبيل من أناب إلي مع قبسات من أحسن القصص من صورة يوسف عليه الصلاة والسلام تعلمون ابتداء أنه أن الأيام دول بين الناس والأرزاق يدبرها ربي من فوق سبع سماوات يغني الله هذه الدولة يفقر هذه الدولة يغني الله هذا الشخص يفقره يفقر شخصا آخر أيام دول دول يدولها الله بين الناس الناس في ساعة ورخاء أحيانا في شدة وجذب يقلب هذه الأحوال كلها رب العالمين من فوق سبع سماوات صدق الله إذ قال عن نفسه وأنه هو أغنى وأقنى هذا كان فقيرا في أغناه الله وأقنى الله هذا قنية جعل له سيارة يقتنيها بيتا يقتنيه زابا يقتنيه الذي يدبر كله هذا هو الله وقد نكون جميعا في فقر واحد مننا جلس يغنيه الله من بين كل الناس والعكس قد يكون الناس كلهم في ساعة ورخاء واحد مبتلى دائما بالهموم والخسائر والأحزان إسقى أرض فلان ابن فلان تسقى الأرض من دون سير الأرض ولقد صرفناه بينهم ليتذكروا المطر صرفه الله لنتذكر فعلينا أن نعي هذا كانت مصر في زمن من الأزمان بلاد سراء ورخاء وأصابت العالم مجاعات أصابت العالم مجاعات كثيرة في أزمنتهم متعددة جرت سنة الله يصاب الناس بشيء من ذلك كما قال تعالى ولا نبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصبرين وأذكرهم في كتب تاريخ المجاعات أمورا غريبة ذكروا منها مرة أن أميرا حزث مجاع في زمانه اللصوص الجياء أكلوا أخذوا الفرس فرس الأمير ونحروه وأكلوه لا يستطيع المشكلة إنما المشكلة أنه أتي بهم فصلبوا فأصبح وقد أكلهم الناس جدة جوء أكلوا الناس المصلوبين والعياذ بالله فالمجاعات تعتري البلاد والذي يبتلي بهذا ويدبره من السماء إلى الأرض هو الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وفي السماء رزقكم وما توعدون لا بد أن نقن بهذا أيها الإخوة الذي يغني ويغني يفقر ويغني يبتلي ويعافي يغني هذا ويبتلي هذا كل هو الله سبحانه مرسلنا في قرية من نبينا اللي أخذنا أله بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة الرساء ورخاء حتى عفوا الآيات فلا بد أن نقن بهذا لا تيأس إذا أصابت البلاد شدة ولا تفرح فرحا شديدا إذا أصاب البلاد رخاء أرجع أصابت البلاد في زمن الصديق يوسف مجعات ومن توفيق الله وفضلي على آل مصر أنه مكن ليوسف في الأرض سبحانه وتعالى لما بنان على ماذا لا بنان على وسطة ولا أي شيء يوسف كان سجين سجين من السجنان مع السكير ومع العربيد ومع الخمار ومع القاتل ولكنه محسن في السجن في كل أحواله محسن إننا نراكبنا المحسنين في كل أحواله محسن وهو على قصر الملك محسن وهو في السجن محسن وهو على خزائن المصر محسن مبارك في أي مكان ينزل فيه فيه بركة المهم ما له ابن عم يزوره في السجن ولا له وسطه واحد ضابط يوسط عليه أحد ولا أي شيء إلا الله عندهم عبد غريب ملقى في السجن بترتبات من ملك مصر في ذاك أو من عزيز مصر في ذاك الزمان بدأ له من بعد ما رأوا لأتي لازجوننا حتى حين لا أحد يسأل عنه ولا أحد يعرف عنه شيء إلا الله فجأة الملك رأى رؤية كما لا يخف عليكم كانت سببا في إخراج يوسف من السجن وبعد ذلك أتي به وعينا عزيزا على مصر سغل عنده كافر والعمل عنده الكفار جائز بضوابط معروفة المهم ضربت البلاد مجاعات ومن حسن تقدير الله على أهل مصر أن عين عليهم يوسف على خزائن الأرض فبدأ يوسف بما علمه الله يدبر الأمر تدبيرا حسنا ويستعد للسنوات العجاف القادمة على الناس وعلى العالم يستعد لها استعدادا وتخطيطا طيبا بتوفيقه من الله وبتدبيره من الله سبحانه لكن بدأ يأخذ بالأسباب علم مما علمه الله أن في سبع سنوات رخاء وبعدها سبع عجاف يدمرنا البلاد فبدأ يخطط ويوصي تزرعون سبع سنين ذأبا فما حصدتم فذروه في سنبوله إلا قلا مما تحصنون ثم يأتي بعد ذلك سبعا شداد أن يأكلنا ما قدمتم لأنه إلا قلا مما تأكلون الأولى تأكلون والسنوات تحصنون ثم بعد ذلك يأتي الرخاء فبدأ يدبر لأن الجوع كما يقولون بعض الناس لا أقول ما قلت الناس الذين يقولون الجوع كافر لا الجوع ليس بكافر المهم إذا قلت كافر بمعنى أنه يكفر يغطي على النعم السابقة واحد جاء سيثور سيثور على الناس ولا يهم ولا رئيس ولا ملك ولا وزير ولا يعني واحد جاء ماذا يريد يريد يسد جوعاته وأولاده يموتون بجواره من الجوع سينفجر المهم بدأ يوسف في الترتيبات فكان كل واحد قدم من بلد يأتي ببضاع من إنتاج أهل بلده أو بضراهم يعطيها لمصر ويأخذ مكان كل شيء حمل بعير من القمح لذلك نوصي المسلمين بزراعة القمح في بلدهم حتى لا تنتبوهم المجاعات لا تزرع مش مش ولوبيا والأساسيات الأقوات ازرعها في بلدكم يا أهل الإسلام ازرعها في بلدكم المهم يعطي كل واحد قادم يأخذ بضاعاته ويعطيه حمل بعير من البضاع فالجوع والمجاعات ضربت بلد كانعاني التي منها إخوة يوسف وأبوه على يعقوب السلام ضربتهم المجاعات والابتلاءات فبدأوا يبحثون عن الزاد والقوت لو لسي مهتم من الجوع فعلموا أن مصر بها رجل كريما عزيزا عليها رجل عادل هم لا عرفونه هو يدبر الأمور ويكرم الأضياف ويفعل ويفعل تأتيه ببضاع من بضاعاتك التي هي بضاعات أهل بلدك يعطيك مكانها حمل بعير من القمح والناس ينشدون مصر أنذاك لالتماس الميرة لالتماس الزاد فدبر يوسف بتوفيق أن الله الأمور أحسن تدبير جاء أخوة يوسف كمل أخف عليكم ببضاعات إلى مصر من أجلها نستبدلوها بالقمح ليس بمسموح لك أن تأخذ من القمح أشيئت إنما كل واحد حمل بعير فالمهم يوسف بما ألهمه الله من جكاء أول دخل عليه إخوته الأحد عشر العشرة وترك أخاهم الذي وشقيق يوسف ما أتوا به استفصل عن أحوالهم من أي البلاد أنتم يعرفهم هو يعرفهم لأن الله رزقه البصيرة وكما يقول علماء الطاعة ولد بصيرة عرفهم وهم له منكرون سألهم وأكرمهم وأحسن ضيافتهم سروا بهذه الاستضافة وصروا بهذا الإكرام وقال يعني أخوكم من أبيكم أين هو لا يتوقع بالذي يخطب يوسف قال أخونا اسمها ولده قال يتني بأخي لكم من أبيكم أخوك الحد عشر ممكن العلماء يقولون استخبر باستخباراته أو طرق طرقا لكن ليس على هذا الكلام نص طرق طرقا هؤلاء الجماعة كان لهم أخو من أبيهم أين هو الله أعلم بصحتات المهم أنه وصل إلى معرفة أن لهم أخو من الأرض يتني به القصة طويلة في هذا المقام أنهم رجعوا إلى أبيهم بعد مدة وقال يا بنا أخونا مطلوب هاتم ائتي به معنا كي نأخذ له حمل بعير آخر طعم قليل وأكرمهم يوسف بأن وضع الدراهم التي أتوا بها وضعها في رحالهم حتى يرجعوا مسرعين في قصة أطوله شرحوا ليست يا محل بعثي محل بعثي الآن أن أخوة يوسف قدموا على أبيهم وقالوا يا أبانا أرسل معنا أخونا نكتل وإن له الحافظ يعقوب نبي ويعرف أن الممن لا يلدغ من جوح مرتين قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيهم من قبل الله خير حافظ وارحم الراحمين لما فتحوا متاعهم مجدوا بضعاتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضعاتنا ردت إلينا ونمير أهلنا نطلب لأهلنا المير الطعام ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير أخذ عليهم العهد والميثاق لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقة من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف ائتوني بعاد وميثاق حتى تؤتوني موثقة من الله لا تؤتناني به إلا أن يحاط بكم فلما أتو موثقهم العهود والموثيق أننا سنرجع أخانا قال لهم الله على ما نقول وكيل من يستودع العهد والميثاق أشهد الله عليهم والله على ما نقول الوكيل فاستعدوا للسفر مع أخيهم من الأب الذي هو شقيق ليوسف استعدوا للسفر مع أخيهم إلى بلاد مصر وهم قادمون من الأردن من كنعان إلى بلاد مصر وأبوهم حزين على فراق الولد الثاني بعد يوسف عليه الصلاة فبدأ بدأ أبوهم مع عطفة الأب بتجاه أبنائه يوصيهم فكانوا على هيئة حسنة وشارة وجمال جدتهم كما تعلمون هي صارة ليس على واجه لم يكن على واجه الأرض أحد مثلها كما قال قوم الجبار للجبار ويا أخوهم يوسف أتيشطر الحسن فكانوا على درجة عالية الجمال والأكسام التي تلفت الأنظار كما قال تعالى وذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيد والأبصار يعني الأقوياء العلماء أقوياء وعلماء زوشارة حسنة وهيئة حسنة فأبو النظر إليهم وصى مصية أبل أبنائه يا بنية لا تدخلوا من باب واحد يعني أحد عشر شخص على درجة عالية من الجمال ودرجة عالية من الوقار وشارة حسنة سمت السنة على ملابسهم وعلى هئتهم وهم أحد عشر أخا مراتهم على كمان من كمان الشرطة في مصر الفئي دول على بلاذ المسابة أبهة وطول ولحية على التحقيق من أين أتها والقوم المهم قال يا بنية لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب المتفرقة خشي عليهم العين على رأي لبعض العلماء وعلى قول آخر خشي عليهم أيضا من الأعداء خشي عليهم العين والعين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعقوب قال يا بنية لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء مقدر سيكون رغم عني لكنها حصية أتكلم به أما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا الله عليه توكلت علي اعتمدت في شؤوني كله عليه فليتوكل المتوكلون هذه وصيته لأولاده العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العين حق ولو كان شيء يصدق القدر لسبقته العين وقد قال تعالوا يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ينفذونك بأبصارهم كأن نسام تخرج من أبصارهم فتصيبك في صدرك وتخرج من ظهرك من شدة العين عياذا بالله ولا يخف عليكم أن العين تؤثر حتى في الجسد قد تغير لونه دخل النبي عليه الصلاة على جارية لأم سلمة وفي وجهة تغير وسواد قال إن بها النظر فاسترقوا لها في عين أصابتها وجهة أبيض في حتى سودت إن بها النظر فاسترقوا لها ودخل النبي على أسماء بنت عميس وحولها أطفالها كالفراخ عبدالله بن جعفر بعدما اقتل أبيهم رأوا ضعافا فقال ما لي أرى أجسام بني أخي ضرعا ولد جعفر نحاف ضعفاء لماذا قالت أمهم تسرع إليهم العين يا رسول الله قال فاسترقي لهم وقصة عمر بن ربيع لا تخف عليكم كان سال بن حنيف رجل أبيض شديد البعض جلد حسن وسيم وضيء قام يغتسل خلع الملابس ويغتسل فمر به عمر بن ربيع وقال نظر إليه قال ما رأيت جلدا مخبأ كهذه الجلد ولا كأنها جلد فتاة بكر فسقط صريعا في الحال فذهب قومه إلى الرسول قال أدرك سهلا صريعا قال من تتهمون كان العينيون معروفون قالوا عمر بن ربيع فات به وقال على ما يحسد أحدكم وقال إذا رأى أحدكم من أخي ما يعجبه فالدوله بالبركة ومره أن يقتسل ويتوضأ وصب ماءه على سهلك أنما قام كأنما أنشط من العقال كأنه كان مربوط وقام يزري فالعين لها تأثير عوذوا أنفسكم وأولدكم من العين ومن أمثل ما تعوذوا من معوذتان مع صورة قوله الله حد وقام بكلمات الله التامة من كل شيطان نهنى ومن كل أهن لما وكان يقول أن إبراهيم كان يعوذ بقى إسماعيل وإسحاق عليهما السلام فيعقوب أمر أولاده بالأخذ بالأسباب يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله أمر أن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم دخلوا أيضا من أبواب متفرقة قال تعالى ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وحتى لا يظن أحد بيعقوب أنه لا يفهم أو أنه به وبه قال تعالى وإنه لذو علم لما علمنا هو عالم لكن خشي على أولادهم من العين فوصاهم ولكن الأمور كلها مقدرة ولكن أكثر الناس لا يعلم دخلوا وتبدأ المفاجآت في هذه الصورة الكريمة الصورة المباركة صورة يوسف جلها مفاجآت صار ومحزن ومحزن وصار كلها مفاجآت تبين كيف أن الأحوال تتغير وتتقلب والذي يغيرها ويدبرها والله أنت اليوم في مأمن غدا في ابتلاء أنت اليوم في ابتلاء غدا في مأمن نسأل الله أن يعافينا وياكم من كل بلاء يا رب المهم لما دخلوا على يوسف تخيار المفاجآة دخلوا على يوسف بزكاء ورأى أخاه بعد عشرة سنين ما رأى يوخذوا على جن بعدا عن إخوتي بطريقة آت الله يوسف ذكاء غريبا وعجيبا فأخذ أخاه إلينا أذهب العزيز دعيني لماذا جلس فكر جلس فكر العزيز لماذا دعات دعاني لماذا أخذني أنا من ضمن إخوتي جلس فكر فتأتي المفاجآة الكبرى أن يوسف يقول لأخيه الذي أسمعه بن يمين إني أنا أخوك أنا يوسف أنا أخوك ما أعرف اللي جرع لكم ما أعرف اللي حصل فلا تبتئس فيما كانوا يعملون كيف يكون شعور أخو يوسف في هذه اللحظات لا نستطيع أن نتصور كيف الموقف فجأة يجد أخه الذي يبحثون عنه من عشرات سنين ميت أو حي يجد هو يلبستاج الملك يلبستاج أعرف أن أخواتك عملوا فيك بل تبتئس بما كانوا يعملون أخرجه لهم مرة ثانية خرجهم مطلئن القلب وهادئ البال ولد وهم لا يعرفون شيئا وهذه من الفطنة في القائمة على الأمور يلزمها يكون زكيا فطنا يحسن التدبير رجع لي أخوته كان الشيء لم يقر ضبط أعصاب لم يقر من السريع يقول وجدت أخي وجدت أبدا ضبط أعصاب اتسام بالعقل اتسام بالرزانة لا يفشي أسرارا لأمور يريدوها الله سبحانه وتعالى لأمور يريدوها الله سبحانه وتعالى أخوه من قبل أيضا يتسم بضبط النفس دخلوا عليه فعرفهم وهم لا منكرون ما قام يأخذهم بالأحضان أنتوا إخواتي تريس عاقل رزين لأمر يريده الله سبحانه وتعالى خرج لإخوته جهزة العير 11 جملا كل جمل عليه بضاعته من القمح وأمر من يضع السقايا الصال الذي يكيله بيقيل كان من ذهب الله أعلم في رحل أخيه خرجوا مشين فرحين إنهم أخذوا القمح تأتي المفجاة المقلقة أياتها العير إنكم لسارقون تعالوا أنتوا حرمية نحن حرمية قالوا وأقبلوا عليهم الحرام لما يكون حرام يجري لكن الذي لم يسرق مطمئن القلب قالوا وأقبلوا عليه ما تتفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء بي حمل بعير نعطيم كفأة قد رأى حمل بعير وأنا نبي زعيم أنا كفين لقبل حلم بعير قالوا والله طالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض القسم بالوا والبأ والتأتي الله وبالله ووالله قد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين فما جزاؤه إن كنتم كاذبين يوسف سألهم هذا السؤال لعل أن يعرف عقوبة السرقة عندهم في شريعتهم شريعة يعقوب أن السارق يؤخذ مقابل السرقة السارق أنت سرقت مني شيئا أأخذك عبدا عندي مكان السرقة التي سرقتها كان هذا دين يعقوب عليه الصلاة والسلام في ذلك زمن شرعته الدين والتوحيد قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله اللي وجد في رحله هو جزاؤه اتخذ عبد عندكم فبادأ بوعاتهم قبل وعاء أخيه لدفع الشبهة ثم استخرجها من وعاء أخيه الله الذي ألهم يوسف لهذا الحكم وهذا الفهم كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أقاه في دين الملك في نظام الملك شر الملك إلا أن يشاء الله هم اللي حكم على أنفسهم بهذا ولكن دين الملك يزقا يضرب يعمل أي حاجة فيه يعني هو اتخذ هذا الحكم حتى هم الذين رأوا هم الذين رضوا بهذا الحكم هنحكمكم إلى شريعتكم ولا يريد الأخيه أن يهان أيضا ويقال إنه سارق ويضرب فبادأ المهم كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أقاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات في الفهم والزكاء وفي كل شيء من نشاء وفوق كل ذي علم عليهم ما من عالم إلا وفوق منه أعلم عالم بالطب طبيب فوق طبيب حتى ينتهي العلم إلى الله عالم شريعة ما في عالم إلا وبعده عالم حتى ينتهي العلم إلى الله موسى يسأل من أعلم أهل الأرض قال أنا هو الكليم قال لا عبدنا الخضر أعلم منك انتبه عبدنا الخضر أعلم منك فما من عالم إلا وفوق منه أعلم حتى ينتهي العلم إلى الله سبحانه وفوق كل العلم عليهم بدأت الشماتة تظهر من الإخوة الذين ليسوا بأشقاء لأخيه فبدأت الشتيمة واللي في القلب يطلع بسبب الفتنة الفتنة ما تخرج تأتي كل واحد كما يقول المصريون البقرة إذا سقطت كثرت سكاكينوه واحد يسقط يحصل له أي حي أكثر الطاعنون فيه فيبدأ الشاميتون في الطاعن قالوا يسرق كان هذا الولد حرامي كان له أخ قبل كده حرامي زيه يعني 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 هنا يوسف فقد سرق أقول له من قبل يقول بعض العلماء في الإسرائيليات أن يوسف كان عند عمته وحبته عمته وطفل صغير حتى يكون عندها فألسقط به تغمة السارقة حتى تأخذه عبدا عندها لكن الله أعلم هذا من الإسرائيليات لكنهم قالوا يسرق فقد سرق أقول له من قبل تخيل ضبط يوسف للنفس المسؤول لابد أن يكون ضابطا للنفس ملك رئيس وزير ملك رئيس وزير ضابط قاضي لازم يتسم بضابط النفس شتموه وواقف فأصرع يوسف في نفس ولم يبده لهم أصر هذه الكلمة أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون ما أبرزها لهم بل أصرها في نفسه قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون ما أظهرها للناس بل تكلم ما بقى في نفسه يعني وحد يطعن فيك وأنت قادر على أن تنتقب منه وتحبسه ولكن متسم بضبط النفس لأمر يريده الله فبدأ المحاولات يا أيها العزيز أنت رجل طيب أنت رجل صالح إن له أبا شيخا كبيرا وحق كبير السن أن يؤقر أن يرحم إن له أبا شيخا كبيرا قال النبي ليس من ما لم يقهر كبيران الكبير له حق قال رب ارحمهما كما رباني صغيرا الكبير له حق إن لو أبن شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا استعدين خذ مننا أي أحد إننا نراك من المحسنين محسن وطيف في كل مكان على كرسي الملك محسن في السجن محسن مع السكر والأربيد محسن في كل أحواله محسن إننا نراك من المحسنين لكن يعلمنا ويعلمهم درسا معاذ الله نعوذ بالله أن نظلم معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متعنا عنده إن إذن لظالمون لا تزر وزرة وزرة أخرى يا ناس ربي قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى إبراهيم الذي وفى ألا تزر وزرة وزرة أخرى معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متعنا عنده إننا إذن نظالمون ما نأخذ إلا الجاني أما نأخذ واحد بريء بأي وق حق فلما جلسوا لحونا إلحاحا شديدا ما قبل منهم الإلحاح لما يأسوا منهم خلصوا نجيا ابتعدوا عنه وبدأوا يفكرون عن أمل يأخوهم التاخذ قبض عليه من وجهة نظريهم أنه حرامي فخلصوا نجيا بدأ يتناجع قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يزن لي أبي أنا ما نأترك أهزي البلد ولا رجل أبي ولا أحبان يراني أبي حتى يزن لي أبي أو يحكم الله لي يرد الله إلي أخي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا لأبيكم مما أنا وجهي أمام أبي ما استطيع أكلم ولدي ضيعتم يوسف وقلتم أرسلهم معنا غدا يرتحوا ويلعب وأخذتهم ورجعتهم جبتم الغن من أبيكم حتى أصيب بالعمى حتى أصيب بالذي أصيب به وأتيتم من الولد الآخر فلن أبرح الأرض حتى يزن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا لأبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق أصيب تاني الوضع حتى ما مات إذ قالوا مات إن الله إن الله لي رجل لكن ابنك حرام إن ابنك سرق ونحن ما رأينا ولكن ما شهدنا إلا بمعلمنا ما رأيناه يسرق لكن وجدنا الصواة تخرج من فهمه هذا من دقة أيضا قولهم إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بمعلمنا وما كنا لغيب حافظين وأسأل القرية كل الناس عارفة كل آل مصر والبلاد كلهم عارفين ابن عقبت الحرام عياذا بالله من الفضايع عياذا بالله من الفضايع وأسأل القرية التي كنا فيها والأهل العير القبائل الراحة اللي يجعين بالإبل معنا كلهم عارفوا إن ابنك حرام وإن يسرق فضيحة فضيحة للأب وأسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها إن الله صادق زعبوا أيضا وزع إلى أبيهم فقالوا له ذلك فقال بل سولت لكم أفوسكم أمر ما صدقهم عاصل الله أن يأتين بهم جميعا إنه العليم الحكيم والذي الثاني فقد وطلح حرامي والناس فضيحة في الناس بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال العلماء آت الله أمة محمد إن لله وإن ليه رجعون ولم يؤتهى يعقوب لأنها لو كانت عنده لقالها فصبر جميل وعسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه العليم الحكيم كما قال العلماء لمن يشكو صبر جميل صبر لا أبث الشكوى فيه إلا لله أشكو أولادي لمن أشكو أولادي لمن لعدو شامت أو لمترقب حاسد وكما قال القائل قومي هم قتلوا أميم أخي في الرميت يصيبوني سهمي هضرب قومي هم قتلوا أخي لكن أضربهم سألن نرتد علي أنا مرة ثانية صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه العليم الحكيم هل سعتزلهم ما أعد فيهم رجاء رجاء في الله سبحانه وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف المصيبة الأكبر عنده فقدان يوسف أكبر من فقدان الأخ يا أسف على يوسف وبيضت عينه من الدمع وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم ممتلئ غما وغما ولا أشكو لأحد أشكو لمن إلا لله بيضت عينه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف ما تنسى تذكر يوسف حتى تكون حرضا حرضا هالكا تالفا أو تكون من الهالكين من الموت بحصرتك فقال إنما أشكو بثي حزن لله ليس إليكم وأعلم من الله ما لا تعلمون نبي يعلم أن النصر مع صبر وأن الفرج مع الكرم لا ييأس من رحمة الله فهيقول لهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف هو أخي ويعلمنا ما علمنا إياه جده إبراهيم فالسلالة واحدة والكلمات واحدة والمخرج واحد إبراهيم لما بشر على الكبر بإسماعيل قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يخنط من رحمة ربه للضاللون حفيده يعقوب يقول لا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا على يوسف تمر الأيام والعزيز يزل والذليل يعز دخلوا على يوسف قالوا يا أيها العزيز نسنا وأهلنا الضر نسنا وأهلنا الضر وصبنا بالضر في أبداننا وبالجوع وأبونا عميا من المرض نسنا وأهلنا الضر هكذا يقف الذي كان يلقي أخاه في غيابة الجب يركله ويسبه ويشتمه ويضربه ويشتمه يقف يقول للذي ظلمه ما السنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعات مزجاة ببضاعة ضعيفة لا تقبل دراهم رديئة وسلع رديئة ما يقبل إلا بالدف يعني إذا تغضيت عن مفهامنا اليوم أكرمتنا ما السنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة قليلة ضعيفة لا تقبل إلا إذا تغضيت عن ما فيها فأوفلنا الكيل أكرمنا وتصدق علينا طلب الصدقة وهم أنبياء أو عفوا قبل أن ينبأوا فالصدقة ليست للأنبياء فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجز المتصدقين حين إذن تأتي المفاجأة العظيمة فيقول لهم هذا الذي ظلموه من قبل وأوحى الله إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون تأتي المفاجأة هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون تبدلت الأحوال أصبح يوسف عزيزاً على مصر وهم جئين نلبدوا يلتمسون الأكل لأولادهم ويقولون مسنا وألانا الضر ويطلبون الصدقة هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون كيف المفاجأة تتبدل كيف المفاجأة كانت أنت يوسف أإنك لأنت يوسف أنت أخونا يوسف كيف سيكون شعورهم كيف سيكون موقفهم هذا المغزي أمامه وفي ذات الوقت الفرحة التي تعتريهم بأن أخاه مصر إلى هذا المنصب أإنك لأنت يوسف فيعلمنا دروساً الكلمة والله ما يكفيها ماء الذهب والله ما يكفيها ماء الذهب اللي تكتب بها قال أنا يوسف كله تواضح تواضح لله سبحانه أنا يوسف ليس العزيز يوسف ولا الدكتور يوسف ولا الملك يوسف ولا الرئيس يوسف أنا يوسف بكل أدب وكل تواضع هو نهج الأنبياء إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله هكذا التواضع يا إخوة أنا يوسف نتعلم درس التواضع ثم نتعلم جبران الخاطر المنكسر لا تقبلوا علي لكوني عزيز على المصر وتنسه أخي وهذا أخي هذا أخي المصدوم كظلمي هذا أخي ففي جبر الخاطر المنكسر وجبران الخواطر عليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة ثم يبين أن المنة لله ليست له قد من الله علينا فالمنة هذه التي أنا فيها والنعمة التي أنا فيها ليست من عندي والله أنا كنت سجين قد من الله علينا ثم يعلم درسا عاما حتى تخذ القصة إلى حيز العموم بدلا من أن تكون خاصة يقاعد قاعدة عظيمة يعلمنا إياها ربنا في عدة مواطن ويقولها يوسف إنه إنه من يتق ويصبر ليس يوسف فقط إنه من يتق ويصبر من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المعسنين حتى تخذ القصة من حيز العموم إلى من حيز الخصوص إلى العموم كما قال تعالى في شأن أيوب عليه السلام والبلاء الذي حل به والذي أصابه به والذي كشف به الضر عنه قال الله سبحانه ويأتيناه أهله رحمة من عندنا وذكرى وذكرى لأولي الألباب وذكرى أيضا للعابدين لو باد يتذكروا ما فعل بأيوب فلا يأسوا أبدا وهكذا تخرج القصص من حيز الخصوص إلى حيز العموم كما قال تعالى وكذلك نجزي من شكر كما قال أيضا في شأن قوم لوط لما أرسل عليهم الحجرة قال لهما هي من الظالمين ببعيد حتى تخرج القصص قال إنه من يتق ويصبر هل هناك كتاب أهدى من هذا الكتاب العزيز يا أخوة أهدى من كتاب الله إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إنا لا يضيع أجر من أحسن عمله كلمات نيره أنا يوسف وهذا الأخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا والله ربنا فضلك علينا وإن كنا لخاطئين وانظر إلى العفو أن المقدرة ما قدموا كبير اعتزار إلا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم لن أوبخكم ولن تجد مني تعييرا ولا توبخا ولا أي شيء أنت بإخوتي على أي حال لا تسريب عليكم اليوم ودع الله لهم بالمغفرة مع اللساءات التي فعلوها في حق يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين مع الذي صنعوا به كله أعفون عند المقدرة يغفر الله لكم وأرحم الراحمين ثم أنزع قميصه اذهبوا بقميصي هذا كنتم أزعجتم أبي بالقميص وأتيتم به مقطعا وقلتم أكله الذئب وجئتم بدم كذب عليه لكن هذا القميص الآن اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين يأتي بكل أهليكم من كنعان من بلاد الفقر آنذاك إلينا هنا في مصر وأتوني بأهلكم أجمعين تخيل موقفهم عند هذا بعد أن كانوا رجعوا محصورين والناس كلهم يتكلمون في شأنهم أولاد يعقوب حرمية الأن كل القبائل رجع تزف البشائر إلى آل يعقوب زف البشائر إلى آل يعقوب زف البشائر إلى يعقوب عليه السلام القبائل خرجت تتحدث الوافدة من بلاد كنعان عزيز مصر من بلادنا جماعة عزيز مصر وجد يوسف الذي كان ضائعا الذي كان أبوه فقده ها هو عزيز على مصر كل القبائل رجع تبارك وتبشر تلك التي كانت تتحدث أن ابن يعقوب سرق إذا بها راجعة تزف البشائر إلى يعقوب وإلى آل يعقوب فلما فصلت العير وخرجت من بلاد مصر شم يعقوب بإذن ربه ريح القميص وهو في بلاد الأردن من مصر شمها يعقوب عليه السلام قال لمن حوله إني لأجد ريح يوسف لولا أنك تستخدم عني مجنون لولا أن تفندون فلما أن جاء البشير البشير جاء بالقميص البشارات كلهم يسرع يريد أن يبشر يعقوب الذي كان ألقاه على وجهه فارتد بصيرا أزال الله ما به من ضر وكشف له عينه وكشف له الضر عن عينيه فارتد بصيرا يذكر أذكر بعقل وأدب وإيمان ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون يعلم أن المصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن المصر يتبعه يسر وأن الصالحين يتولهم الله وأن ابنه هذا الصالح الصغير تولاه الله وألقي به في غيابة الجب وألقي به في السجن ويصبح بعد ذلك عجيزا على مصر عجيزا على مصر قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون وبدأ الرحيل والاستعداد قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إننا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي قيل أخر الاستغفار إلى الثلث الأخير من الليل فالله أعلم إنه الغفور الرحيم يوسف سامح في الحال يوسف سامح في الحال أخر لكن هذا أب واخد على خطر لنبدأش أخرش سوف أستغفر لكم ربي إنه الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله أمنين خرج يستقبلهم خارج مصر قراب لا حق الأرحام لهم حق الوالدين لهم حق لم يجلس على كرسي الملك وهم يدخلان لا بل خرج الاستقبالين خارج البلاد ترحيبا واهتماما بأهله وعجيرته وقبيلاته قال دخلوا مصر إن شاء الله أمنين دخلوا مصر الأمان ليس مني الأمان من الله دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش جلسهما بجواره على سرير الملك لم يستحي من والده القدي من البدو كما فعل الجعل المغفلون واحد أبوه فلاح ينفق من كد عرقه زمنا حتى يدرس ولده في كل طب وبعده يروح يزور ولده في المستشفى يستحي يقولون ماذا تريد يا عم الحج تريد يا عم الحج بيسى الإبن التعيس لكن نوسف ليس كذلك رافع أبويه على على العرش جمه جم سرير الملك على سرير الملك بجواره وخره له سجدت سجد تحية كان في شرع من قبلنا كما سجدت الملائكة لآدم عليه السلام سجد تحية وقال يا أبتي لم يقل لغة المخنثين يا بابي يا بابا يا ماما بل يا أبتي لغة العرب تنزم لغة العرب تنزم اللغة التي نزل بها القرآن بدلوا لغة العرب أبي ببابي ومامي وطانت وأنكل وتيتة وتيزة ونحو ذلك يا أبتي هذا تأويل رؤية من قبل قد جعلها ربي حق وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ما قال أحسن بي إذ أخرجني من الجب حتى لا يذكر إخوانه بالمآسي وقد وعدهم أنه لن يثرب عليهم وجاء بكم من البدو فضلوا من الله عليكم وعليا أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ثم حمل الشيطان الجريمة الكبرى وهو لها أهل من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوة كل أدب كل احترام كل توقير كل وفاء بوعد لا تسريب عليكم من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي إن رب لطيف لما يشاء إنه العليم الحكيم والعليم بآلات الأمور ثم إن يوسف عليه السلام لما رأى شمله قد اجتمع وأبوه وأمه وأتياه وإخوته وقبيلته جاءوا كلهم وفي نعمة والنعم اجتمعت علم أن النعم لا تدوم إلا نعم الآخرة هي التي طبقى فلجأ إلى الله أن يلحق بالركب الكريم المبارك والرأة المبارك رأة الأنبياء والصالحين اشتاق إلى لقاء الأحبة والأنبياء الأنبياء الذين سبقوه والصالحين الذين سبقوه فسأل الله حسن الختاب سأل الله حسن الخاتمة فقال مناجير ربه وداعيا ربي أي يا ربي قد آتيتني من الملك ما حصلت أنا باجتهادي والله يا ربي أنت الذي آتيتني من الملك أنت توتي الملك من تشاء آتيتني من الملك وعلمتني أنا كنت جاهلا ما عندي علم أنت الذي علمتني وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض يا خالق السماوات والأرض على غير مثال سامق أنت ولي في الدنيا توليتني وأصلحت لي شني في الدنيا أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما حسن الختاب يا رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين هذا دعاؤه وهذه خاتمة دعائه عليه الصلاة والسلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة